اشتركوا في القناة قائلا بالحقيقة كان هذا الانسان بارا يا ابتاه في يديك استودعوا روحي الصرقة هاي افزعت الشيطان ومملكته لان اول مرة بتخرج نفس الناسوتية الانسان بيموت وابليس ماقدر ان يتمسك بيها المسيح بيقول في يد الاب باستودعوا روحي من وقت سقوط ابونا ادم وحواء محت ماقدر ان ينزل بايرادته بالمكان اللي هو يريد باستثماء المسيح الكل راحوا بملكوت ابليس او بالهاوية لوقت معين الكل ماقدر ان يستودع روحها بيد الاب غير الرب يسوع المسيح كان شغلة انه يقبض على كل النفوس ويحبسها في الهاوية حتى جاء المسيح واخرج انفس الذين رقدوا على رجاء الخلاص من خلال موته وقيامته بنشوف انه في المسيح قسم في ميلاده قسم الوقت لقبل الميلاد وبعد الميلاد وايضا في وقت موت المسيح قسم البشر الى فئتين المخلص والرافض او الغير مخلص ما عند الحياة الابدية وهذا اللي صار فعلا مع المسلوبين اللي كانوا على يمينة وعلى يسارة اغلب الاحيان من يكون عندنا اشياء ثمينة ما نقدر انه احنا نحتفظ بيها بانفسنا بنخليها عند شخص محتاجين انه يكون في شروط في هذا الشخص اول شي الشخص اللي بيحتفظ على الاشياء الثمينة عندنا مفروض يكون قوي عن الموت يقدر على حمايتها من سرقة اللصوص الشغلة الثانية الشخص هذا لازم يكون حكيم عن الموت يعرف يتصرف بيها بطريقة ويستثمرها وبيزيدها وان يكون محب عن الموت يقدر يردها النا سالمة وهذا تطلب مننا معرفة الشخص المسيح كان يعرف الاب المسيح سلم حياته بين اياد الاب وانت هاليوم محتاج تسلم حياتك بين القوي والحكيم والمحب اللي هو الله تعرف انت بموت وقيامة المسيح فتح الطريق للسماء تعرف ان المسيح بموته وقيامته انشق حجاب الهيكل وهذا كان الرمز اللي كان بيفصل ما بين البشر وبين الله وصار التقرب لله عن طريق المسيح متاح تعرف ان المسيح بموته وقيامته شال حائط العداو اللي كان ما بين اليهود والامم وصاروا الكل واحد هل تعرف ان الرب يسوع المسيح بموته وقيامته اعطى الخلاص والحياة الابدية لكل من يؤمن وحل اكبر معضلة في التاريخ اللي هي الخطيئة وتعرف ان هذا الكلام همنا هو متاح اليك هاليوم هو اليك تقدر تتمتع به وتقدر ترفضه لا تاخذ الموضوع فقط معلومات لكن اعيش الكلمة والرب يبارك حياتك موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة